نعمل دلوقتي صنفين حلوين صنف عبارة عن رز بالبتنجان والكفتة من المطبخ التركي ويساموه في بعض المعنطة هناك رز السلطان وحنعمل صنف فطاير حلزونية كده بتتعامل برضو في تركيا ولبنان وفلسطين المنطقة دي الاتنين حلوين ايه وحيجابوكم ان شاء الله مادير الرز بتاعت ايه؟ كبايتين رز بسمتي بنقاحهم فمية فيها شوية ملح ومعلقة خل ليه؟ علشان يفتح معايا والخل بخليش الرز يلزق في بعضه خصوصا الرز البسمتي هستعمل معلقة كوركم حبتين بتنجان كبار كويسين يعني نص كيلو لحمة مفرومة متبلة هتبن اللحمة المفرومة بايه؟ ملح بهارات حوية نص معلقة وشارحتين توست وبضاية خلاص حقول من تاني كبايتين رز بسمتي بنقاحهم في مياه ملح ومعلقة خل هستعمل معلقة كوركم حبتين بتنجان كبار ونص كيلو لحمة مفرومة متبلة ملح وفلفل وبهارات نص معلقة وشارحتين توست وبضاية طبعا التوست بشير الحراف بتاعته هستعمل بصلتين مفرومين ناعم ثلاثة ميات مبشورين معلقتين معجون طماطم اللي هو الصلصة هستعمل مياه حسب الحاجة كبايتين ثلاثة حسب ما بححتاج وانا بشتغل هستعمل قرن فلفل حراء وحبتين فلفل الوان شرايح خلاص من تاني بصلتين مفرومين ناعم ثلاثة ميات مبشورين معلقتين معجون طماطم كوبايتين أو ثلاثة مية أرني فلفل حراء حبيتين فلفل ألوان شرائية علشان السوس أعمل السوس أول حاجة هحط البصل البصل والفلفل الملون والفلفل حراء علشان يتروا معي عشان السوس وهقطع البتنجان هقطع البتنجان بقشره مش هقشره وعايزة برضو أتكلمكم على البتنجان علشان برضو دي من حاجات اللي الناس كتير بتشتري بتنجان بيطلع ممرر معاها بيطلع مبزر معاها طب هتعرفي ازاي البتنجانية دي ما فيهاش بزر او مش مرة فحقول لكم دلوقتي نختار البتنجانية ازاي عن اللزوم بس هي اصلا متاولة المطاولة دي انا باخدها ما باخدش المدورة خضر الامكان تبقى الحتة اللي تحت دي مش مدورة متاولة دي حاجة تاني حاجة البتنجانية لازم بتبقى بتلمع ما تبقاش بهتانة كده وخليه هنا اهو بتبقى بتلمع بصوا قشرتها مشدودة وبتلمع اه وحس ان هي سئيلة البتنجانية كل ما خفت ده معنا انها بتاعت تشيخ فالماية بتطلع مينها بتبقى خفيفة لازم تبقى البتنجانة سئيلة معايا اه لازم تبقى مشدودة ومش كبيرة قوي انها لو كبيرة قوي بتبقى شاخت وبزارت والبزر ده بيعمل لي المرارة يعني المرارة بتيجي اصلا من البزر فالبتنجانية لازم تبقى مشدودة جلدها مشدود لما اضغط عليها بصوا بترجع بسهولة لكن لو انا ضغطت على البتنجان وفضل مكان صباعي موجود معلن ده معنا انها قديمة خلاص وزي ما قلنا يبقى جلدها تشايني كده وبيلمع ادي البطاطس خلصف مسيه احمد او شايفين دي قشت لاحلو ازاي احنا ممكن كمان نشيل بس تبرد سنة هنشيل ورق الكبكيك منها حاجة قطع البتنجان بتاعي لمكعبات كبيرة وهعفره بدقيق ليه بقى عفره بدقيق لسببين اول حاجة الدقيق ده الدقيق ده هاعملي طبقة مقرمشة بسيطة حوالين البتنجانة الطبقة دي حتى تخلي الصوس اللي انا هعمله تاني حاجة مش هتخلي البتنجان يتهري خدوا لكم انا مقطع مكعبات مش هتخليه يتهري في الزيت وانا بقليه في الزيت يعني هتخليه متماسك معايا ما يتهريش في الزيت فانا بعفره بدقيق استاذ عسكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك الله يسلامك مدام ايا اخبارك ايه من ورد شاشة ومن ورد دنيا كلها الله يخليك تسلم يا رب الله يخليك عايزين نستازنك بقى في الفيزة بالجنباري كده عناية الاتنين من عناية الاتنين نعملهاك الاسبوع ده ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك كده هو واجي انزله في الزيت بسم الله الرحمن الرحيم احنا ممكن نجيب مقصوصة عشان يبقى ايه اسهل مقصوصة علشان الدي الزايد مش هنزله يعني انا باخد كده هو والدي الزايد ينزل تحت عشان كده اخترت المعلم خرمه هخلي البتنجان يتقلي وزي ما قلنا الدي ايه ده بايدته انه يعمل الكراست عليه يتقلي السوس ويمنع البتنجان انه هو يتهري في الزيت احنا ممكن هماره بقى على ماردين اهي كده هون وهنخليه يتقلي اجي للكفته بتاعتي انا عندي اتنين توس هعطوهم في مية شوية ماي صغيرين وبعد كده بعصورهم على طول مجرد يشربهم مية بس طبعا التوس ده ببقى انا شاهلة الحراف بتاعتي كده هون موسيقى موسيقى واجه اللحن المفرومة هحط عليها بوهرات والبداية هعيزة تحطي بقدونس اوكي مش مشكلة وهحط شوية ملح وفلفل واجه الملح موسيقى وبعدين هعمل كور من الكفته بس كور زغنانة يعني اصغر من مثلا من دابوت باشا اصغر من الكفته اللي بنعملها وعملنا كفة الرز مدورة بتبقى زغيرة سحاجة سحاجة اعجلهم مع بعض بس اخذ بالك ان العيش ايه يدوب وانتي بتشتغلي علشان التوست هيبقاش كتير في حد هحاول ان انا اضعكو كويس فيها اهم حاجة التوست مبقاش في ميا كتير علشان الكفته هتفكش هي عشان الزغيرة طبعا مش هتفك بسهولة بس بصفة عامة لازم اي البابة تعيش او توست او اي حاجة من الحاجات دي مايبقاش فيه سويل في الكفته عشان تبقى مش كفتها كويس وبعدين حاجة اعملها كور زغونا كده ايه اه اه عشان تبقى واضحة طبعا حاول انها تكون كلها في نفس الحل الكور دي طبعا بقى ليها خلاص يبقى احنا بنقلي البتنجان وبنقلي الكور دي اه عايز اقول لكم بقى حاجة عشان الناس اللي باش عايزة تقلي بتنجان البتنجان ممكن تعمل في الفرن وعشان ما ينشبش معاكي هاولك على طريقة حلو انتي البتنجان بتقطعي ترنشات بسلا واذا تعملي مسققة اي حاجة هتقطعي ترنشاته تدنيه بالفرشة بزيت بعدين هتجيبي الشبكة اللي هي الراكل اللي بنقليب على الكيكة لو عندنا منه ممكن نجيبه اواريه لكم وبتحط البتنجان عليه وبتحط الراك ده صانية فيها مية يعين صانية لغاية نصها مليانة مية سخنة ايه فايدة المية بقى المية هتحافظ على البتنجان طري جوء الفرن عشان الناس اللي بتشوي البتنجان في الفرن دايما بتشتكي انه هو نشف معاها فالمية دي هتطلعلي بخار كافي انه يخلي البتنجان طري كأنه مقلي دي حاجة حاجة تانية لو انا مش عايزة عامله في الفرن عايزة قليه بس القلي بيتعبني وبيعمل طبعا الحمود ده بتبقى فظيعة بصوا ادي الراكل انا اصدعليه ده بنقطع البتنجان شرايح وبنرسه على الراك ده وبنحط الراك ده مثلا سي دي صانية للفرن اروح اتطاك كده والصانية اللي نصها مية والبتنجان هنا هو واروح مدخلاها الفرن خلاص لو انا مش عايزة احطه في الفرن وعايزة اقليه بس مش عايزة يتعبني هقولكو برضو على حاجة حلوة قوي انت بتغلي مية في صانية على النار او في حاجة غويتة والبتنجان بسهو بالراحة كده جدا بتروح يشايلها حطها في المياه المغلية غلوة واحدة يعني يا دوبك تقلب تروح يطافي عليها وحطي مع المياه كمان معلقة خلبي بيخلي الزيت كله ينزل وبعدين بالمقصوصة شيل البتنجان حطيه على مصفة حينزلك كمية من الزيت فضيعة يعني هتلاقي لون المياه بقى غير طبيعي فدي برضو طريقة تقلل الزيت من البتنجان علشان ما يتعبنيش يعني انا مثلا ممكن البتنجان ده اشيله بعد ما يتحمر احطه في مية مغلية هي سخنة يا دوبك انسلته فيها يقلب قلبه واحدة اروح طفي عليها واكون حتى مع المياه معلقة خل لان الخل بيساعد ان الزيت ينزل من البتنجان نفس الطريقة دي انا ممكن اعملها حتى تصدق و انا عملتها مرة في كفتة داود باشا طلعت حلوة جدا يعني كالطعم تحمياتي عليك ان البهارات بتاعتها هتنزل بس لا خالص طلعت عماحي القوي حتى هي عجبتها جدا و كانت خفيفة بعد ما حمرت الكفتة سأبتها برضو في مية مغلية غلوة واحدة و روحت شايل الكفتة مصافيها و اشتغلت بيها بعد كده البامية نفس حكاية عشان انا مثلا بحمر البامية قبل بحمرها نصف تحمير كده قبل ما سويها بعملها بنفس الطريقة دي و يخني البطاطس كل الحاجات اللي فيها تحبير وبعد كده بتستوي بنعملها بالطريقة دي هبص على البتنجان لسه قدامه شوية و دلوقتي هنكمل السوس ده البصل و الفلفل الملون و الفلفل الحرق عايزة تحطي توم مش هيقول لقا هيبقى حلو برضو مش وحش هسيب بقى لغاية لما ايه روح تطلع قوي و هاجي اعمل الرز الرز هعمله بطريقة دي قوي هسخن بس الحلة كان يبقى من رز عايزة بس هحط معاية بسم الله الرحمن كوركم و الكوركم حوريكم بنحطه ازاي بنحطه بطريقة معينة بحيس يبقى لونين موسيقى ايه جريحة البصل و الفلفل طلع الفلفل القوي هروح حطى الطماطم بسم الله الرحمن الرحمن والسلسة وبعد كده الكفتة بتاعتي حصيتها فيها حاجة حلوة قوي برضو مع البتنجان مع علاقة السكر السكر والكاتشاب الاثنين دول بيبقوا حلوين جدا مع اي حاجة بتقيم سقعة اي حاجة فيها بتنجان سوس وتنجان بتبقى حلوة قوي معا السكر والكاتشاب احنا طبعا محمارين بتتجان من الاول عشان الوقت ومحمارين كفتة رلي السوس اجي بتنجان بصوا البتنجان عمل طبقة قم ارمشها علشان ادي اي اللي عليه هتلينا معلقات سكر يحمد واجي الكفتة وبعد كده بقى هتحط زي ما قلتلك المية زي ما انت عايزة احنا غالين مية هحطوا مية للروز الاول كوبايتين روز البسماتي بياخدوا حوالية كوبايت مية طبعا انا علشان واخد على كده فانا بعيني بوز المية لكن انت ياريت تعملها بالعيار هيبقى حسن احطنا شوية مية حوالي كوباية تغيرة كده هون معلقات سكر كبيرة ما تستغربيش السكر بدي طعم فعلا حلو مع البتنجان واجي ملح واجي فلف وبغطيه وهخليه يغلي شوية لغاية ما يستوي بس طبعا لما يغلي كويس قوي لازم نغطي عليه وهنا هو دي لازم يغلي كويس مية الرز علشان قصة الرزها انا حطت زيت وحطيت معلقة ملح قدي معلقة البهرات اللي هي اقل من معلقة الشاي واجي معلقتين لان الرز كوبايتين وبعد كده هوق اجي ديم صفية الرز نغطيه زي ما قلنا بيبقى على نار لغاية لغاية لما يشفت الرز المية وبعد كده بغطي عليه على الاخر اللي كنا بقلب الرز في بعضه بصوا علشان يطلع الرز لون ولون احنا عطينا الكوركم على الجناب وبالراحة كده هروح مقلبة بحيث ما بقاش كله لون واحد يبقى شوية أصفر وشوية بسم الله الرحمن الرحيم وبعد كده هكمل تقليبه هنا هوا علشان ايوه عايزة تعمليه كله أصفر اوكي عايزة تعمليه أبيض مفيش مشكلة بجيب الرز كده بغرفه وبعد كده بغرفه البتنجان والكفتة اللي عملناها خلينا نجد كبشة أسهل شبسي يا احمد احمد دايما المنقذي بصراحة يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده هوا مادام هيام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك عاملة ايه وردك ورد صنوات الحياة الله يخليك يا قمر تسلمي ربنا يخليك حقيقي يا حب appel ربنا يكرمك يا مادام آية مرسيه يا حبيلتقالبي عامل ايه أخبارك ايه الحمد لله يا حبيلتقالبي ique بخير انا بخير يا حبيلتق الله يخليك يا حبيلت President يا مادم ايا سلم ايدي تسلم يا رب مادم ايا حضرتك بتقولي ان الخميرة دي مفيش في العجينة دي خميرة بس فيه مكتوب معلقة خميرة كبيرة مكتوب في الورقة معلقة خميرة اه فايا حضرتك قلت لا ما فيهاش خميرة وما حطتش انا خميرة وما عياش خميرة هنا طلع على الشاشة معلقة خميرة مكتوبة معلقة خميرة جديدة لا معلقة زبادي مش خميرة زبادي زبادي حبيبتي خمس كوبات دي يعني خميرة بتاعتها الزبادي لا الزبادي بيخليها تترة مش خميرة هي فقاش خميرة زي عجينة الششبارك مثلا في معجنات ما بقاش فيها خميرة دي مش عايزها تخبر دي عايزها يعني بصي اه ادي الفطير لما خلص شكلها كده معلقة زبادي في الاخر مش معلقة خميرة خالص مبيش خميرة اهي الورقة قدامي ماش خميرة وانت تنزلها لها تاني على الشاشة عشان تتأكد ان ببقاش خميرة هننزلها لك على الشاشة تاني معلقة كبيرة زبادي حبيبتي لانا ما فيهاش خميرة طبعا طبوس بني لو انا عملتها بخميرة مش هتبقى حلوة ادي المقادير نزلت على الشاشة ما فيهاش خميرة ودي الرز بالصوص وبالبتنجان والكوبتة